السلام عليكم و مرحبا بكم اليوم ان شاء الله تحت طلب العديد من السيدات سنشارك معكم طريقة تحضير السوس كراميل في المنزل بطريقة جد بسيطة و سهلة و ناجح 100% بمكونات جد بسيطة بالنسبة للطريقة سوف نحتاج الكاس ديال السكر حبيبات سوف نضعه في كاسر او لف مقلع لنار تكون متوسطة و سوف نصبر عليه حتى يدوب شوية شوية يعني ما نحركوش ولا يرقصوش بملعقة حتى يبدأ يدوب لي الجوانب و نحركه بملعقة خشبية من الأحسن تكون ملعقة خشبية و نحرك فيه حتى يدوب لي السكر تماما يعني كنحصل على واحد السيرو كيكون جاري كنضي في لي ملعقة ندير الزبدة من الأحسن تكون زبدة دلعباء و نحرك المكونات 10 سين مع بعديتهم حتى ينسجمو لي العناصر و تدوب لي الزبدة تماما كنحصل على واحد اللون بني فاتح مباشرة بعد ما كنت يدوبوا لي العناصر مع بعضياتهم كنضيف لي كاس ديال الحليب يكون صحون بفضل مرحلة فهي مرحلة جيدة خاطرة من الأحسن تردوا البل ديال تردوا البل اللي يديكم أو لوجهكم كنضيف الحليب تدريجيا شوية بشوية وتردوا البل مزيان هنا كنبقى نحرك وخا كيقصح لكم اولا كيتجميع لكم السكار كتصبروا لي وكتبقوا تحركوا يعني دائما بتتحرك المستمر على نار تكون متوسطة فهنا بعد ما دابليا يعني دابليا السكار كنخلي على النار واحد ثلاثة دقيق وانا كنحرك فيه فهنا بعد ما دازت واحد ثلاثة دقيقان من التحنو هنطحنو مزيان وغانا قطيب السلوفان ونخلي على يعني ندخلو تلاجة ونخلي حتك يبرد تماما فهنا كنحصل على واحد سيرو يعني باقي كراميل باقي جاري أو باقي مرخوف غانا قطيب السلوفان وغاندخلو تلاجة حتك يبرد تماما يعني كيبرد مزيان فهنا بعد ما برد كنحصل على هذا والشكل دياله كيجي عاقد في حلاقه وكيجي لون دياله يعني بني فاتح كيجي زويل والمدق دياله خاطير خاطير يعني حسلم ديال الزنقة بألف داراجة ورخص بزاف يعني كيتبقى منك بأقل من جوج دراهم يعني جميل مكونات كتكون عندك في الدار مقارنة مع ذاك اللي كيتبع في الزنقة بخمسة وثلاثين درهم او اللي حتطرب عندهم حتطرف الضرب مكونات جد بسيطة كنت من الفيديو دي اليوم اتعجبكم وتناس تحسن ديالكم ومتبخلوش اللي يبجي من الفيديو وبابوني للقناة وانتلقى في الفيديو الجاية ان شاء الله والسلام عليكم